همسة في أذن الرئيس الأمريكي الأسبق جورج بوش من كبير موظفيه يخبره بأن البلاد تعرضت لهجوم إرهابية تحول صدها إلى صيحة غيرت رؤية الرؤساء الأمريكي للعالم منذ ذلك اليوم العصيب أستطيع سماعكم وباقي العالم يسمعكم والأشخاص الذين دمروا هذه المباني سيسمعون منا قريبا هاجمات دفعت رئيسا لم يكمل عامه الأول في البيت الأبيض لتغيير ملامح السياسات الداخلية والخارجية ويعلن حرب طويلة ضد الإرهاب انطلقت شرارتها الأولى من أفغانستان لقد كان الاعتداءات الحادي عشر من سبتمبر تأثير المزدوج فقد أدت إلى توسيع الصلاحيات الرئاسية ومنح الكونغرس للرئيس حرية أكبر لاستخدام القوة العسكرية في الخارج والمراقبة الأمنية في الداخل حرب ورثها خلفه باراك أوباما ورغم تحفظاته على الإنخراط العسكري الأمريكي الطويل الأمد كثف أوباما العمليات الخاصة واستهداف الإرهابيين بطائرات مسيرة ضمن استراتيجية تكللت بالقضاء على زعيم تنظيم القاعدة أسامة بل لادن في باكستان ثم سرعان منتقل التركيز إلى تنظيم داعش في سوريا والعراق في هذه المرحلة بدأت قناعة مشتركة بين الحزبين تترسخ لدى البيت الأبيض بأن مكافحة الإرهاب لا ينبغي أن تورث الولايات المتحدة في حروب طويلة الأمد أو تلزمها بإعادة بناء دول تصفية زعيم داعش أبو بكر البغدادي في عملية خاصة محدودة النطاق لم تكن وعدا انتخابيا لرئيس دونالد ترامب فحسب بل هي أيضا من هم إنجازات سنواته الأربع في البيت الأبيض ثم جاء الرئيس الأمريكي الرابع منذ اعتداءة 11 سبتمبر ليحيي ذكرها العشرين بالانسحاب التام من أفغانستان وطي صفحة أطول الحروب الأمريكية كقائد أعلى للقوات المسلحة أعتقد بقوة أن السبيل الأفضل لحماية أمننا وسلامتنا هو استراتيجية حازمة ومحددة الأهداف لأن التهديد الإرهابي اليوم موجود في أماكن غير التي كان فيها قبل عقدين من الزمن ولعل عدم تعرض البلاد لهجوم إرهابي آخر بحجم اعتداءات 11 سبتمبر أهم إنجاز لجميع الرؤساء الأمريكيين على مدى عقدين من الزمن هيشان بورار الحرة البكتلابياد